مرة أخرى تفضح وسائط التواصل الاجتماعي عمليات السرق واتم تدول فيديو لشخص من القباب الجزائر العاصمة قام بتصوير أشخاص يتهمهم مصور الفيديو بسرقته والاستلاء على مبلغ مالي مثل ما كان يردد تغلد رحمي هولي كرة هم يجري أمورايا تعم هول هولي كسر هوليك وبغربي البلاد سيدي بن عباس تم تداول فيديو يبين تهجم شخصين حاملين لأسلحة بيضاء من الحجم الكبير على شخص ببلدية رأس الماء عدم تجاوب شخص مراد استدراجه دفع بالشخصين الحاملين لأسلحة بيضاء للتصعيد من خلال تقرب أكثر من سيارة يرجح أنها للشخص المطلوب وقاموا بتحطيم زجاجها وتخريبها ليلوذا بعدها بالفرار بعد تدخل مصالح الأمن وإطلاق أعيرة نارية لترهيب المعتدين وحسب البيان الصادر عن أمن ولاية بل عباس فقوة الشرطة ألقت القبض على الشابين الذين كانوا في حالة سكر حسب المصدر ذاته حاول الاعتداء على عائلة باستعمال أسلحة بيضاء من الحجم الكبير وتم فتح تحقيق تحت إشراف وكيل جمهورية محكمة تلاغ وتسجل مصالح الأمن في الأوينة الأخيرة ارتفاعا في معدل الجريمة وفي مثل هكذا اعتداءات دفعت بالجهات القضائية لتعديل قانون العقوبات للردع فهل ستجدي هذه الاستراتيجية نفعا؟